قال السيد هشام ايتمنى رئيس شباب محمدية في اتصال هاتفي مع موقع كورا بوان كوم إن نادي الشباب قد توصل إلى اتفاق تنائع مع الزمالك المصري في شخص رئيسه مرشد منصور قصد الضفر بخدمات حميد أحداد المعار إلى الرجاء البضاوي وأكد السيد ايتمنى أن نادي الشباب توصل أمس الخميس لاتفاق مع نادي الزمالك المصري يقضي بتعزيز حميد أحداد لصفوف فريق شباب محمدية انطلاقا من الموسم المقبل وأضاف السيد هشام ايتمنى أن إدارة النادي لم تبلغ لحد الآن مع حميد أحداد بخصوص مستجدات الصفقة والتي خلص إليها الفريقين مؤكدا أنه سيتواصل مع اللاعب مباشرة بعد النهاية مقابلة الرجاء مع نادي سريع والظم ليطرح عليه العرض الجديد وأوضح رئيس شباب المحمدية أن إدارة النادي سبق وأن تواصلت مع اللاعب حميد أحداد وافق على العرض المقدم من طرف شباب قبل تعديل الشرطة الجزائي لم توافق عليه إدارة شباب المحمدية وأشار ايتمنى إنه لا مانع لديه إن أبدى حميد أحداد رغبته في الدفاع على قميس الوداد الرياضي على سبيل إعارة وسيناقش معه الأمر خلال جلسة التوقيع الرسمية